ما فيش أي حد في الدنيا يقدر يعيش لوحده من غير علاقات اجتماعية ودي طبعاً طبيعة اجتماعية بتدفعنا أن احنا نختلط معاً لحوالينا عشان نقدر نكون علاقات صداقة مع الناس اللي ممكن تكون موجودة حوالي مننا ده ديباً بنتكلم عن الجران، أهمية الجران جراننا هم الأسرة التانية اللي بنعيش معاهم وبنعيش وسطيهم ويمكن نكون بنشوفهم أكتر من بنشوف أهلنا يا ترى مننا علاقتنا بجراننا تغيرت عن زمان ولا لأ كلنا دلوقتي طبعاً ظروف الحياة بتاخدنا والضغوط اليومية ممكن كتير جداً زي ما قلنا النهاردة في بداية الحلقة أنا ومننا ممكن نكون عايشين في مكان واحد في عمارة واحدة ومعرفش الجار اللي أصادي ما بقاش فيه أي علاقة معاه إزاي ممكن نرجع القيم المصرية الأصيرة دي تاني إزاي نحافظ على حقوق الجيرة ده اللي حنحاول نناقشه مع حضراتكم دلوقتي في صباح الخير يا مصر مع ضفتنا اللي منورانا ومشرفانا على الهوى الأستاذة مرلين نبيل الاستشاري الأسري أهلاً بيك أهلاً بيك علاقتنا بالجر تغيرت يعني ما بقتش زي الأول دايماً بنقول يا سلام على الزمن الجميل وزمان كنا أسرة واحدة دايماً بنسأل على جرنا بنخاف عليه لو هو في مشكلة ببقى معاه القيم دي تغيرت علاقتنا بالجر اختلفت دلوقتي هو خليني أقول أن فكرة الجران هو كل من يقرب مسكنه مني يعني أي حد قريب من بيتي فهو جاري اتغير المفهوم للأسف مع ضغوط الحياة مع الوقت اللي احنا في دلوقتي ابتدى يحصل مسافات ما بين مش بس الجران لكن هي العلاقات عمتاً ابتدت الناس تخاف من هي تكون بتبادر في أي علاقة أيوة بس خلينا برضو نتفق أن فكرة الناس اللي جوه حياة بعض والناس اللي عارفة تفاصيل بعض دي برضو حاجة مش مليحة على حسب المسافات اللي أنا بديها للناس بس الحقيقة اللي هو عنده جار كويس يعني بيحظى بحياة سعيدة لو أنت يعني رجعت حياتك كده أو دلوقتي حتى طول الوقت لو عندك جار كويس الحياة بتختلف وده بيأثر عن نفسيهم بطريقة كبيرة جدا يعني أنت لو عندك جار كويس أنت بتخرج صباح الخير فيه بتسامة في وشك وبتقدر أن يكون فيه حوار لطيف هو أقرب شخص ليك أكتر من أهلك حقيقي زي ما أنت بدأت بالكلام لأنه أوقات كتيرة الجار بيبقى أقرب من العيلة أقرب من الأخ أقرب من الصاحب لأنه وقت ما هتحتاج حاجة أو يحصل عندك ضرر هو أول واحد جنبك هو مين؟ جارك فلما بتبقى محظوظ أن يكون عندك جار كويس زي ما كنت بقوله اختار الجار قبل الضار ده حقيقي اختار الجيرة قبل المكان لنا حسكن فيه أو عايش فيه طيب عايزة أسألك كده إيه حقوق الجيران؟ حقوق الجيران الموضوع يمكن يبان وإحنا بنسمعه عن الجيران موضوع بسيط لكن الحقيقة هو موضوع كبير جدا موضوع حياتي حقوق الجيران أنه أنا لازم أعرف أنه أنا مضرش الجار لا درار أنه أنا دايما الناس بتعتقد الحرية في أن أنا أخذ راحتي في بيتي وأن أنا أكون عايش حياتي جوه بيتي ماليش دعوة بالأمامي فبنلاقي أنه مثلا ممكن أن نلاقي حد معالي التلفزيون بصوت عالي جدا أو صوت موسيقى لوقت متأخر عالي جدا فهو بيقول أنا حر بس حقيقة أنت مش حر جوه بيتك أنت عندك حق الجارك من أنت تحترم اللي قدامك بمسافته وما تتعدهاش صحيح فكرة كمان حق الجار في أنه أنا ما تلصصش على الجار ولا كمان هسمح بدأ يعني بنشوف مشاكل كتيرة جدا في العلاقات الأسرية ويمكن الوقت اللي فاتح أن عندنا ضغوط رهيبة الحقيقة جوه البيوت وجوه العائلات فمن ضمن المشاكل فكرة التلصص تعالي أشوف لما نسمع مشكلة أو صوت عالي يبتدوا يفتحوا علشان يتلصص على غيره فحق جارك أنك تحفظ خصوصيته ما تتلصصش عليه طيب حق جارك إذا طلب منك مساعدة أنت تجري عليه أنت تساعده بعيدا عن دينه بعيدا عن لونه بعيدا عن جنسيته هو جار لك فهو أولى بالمساعدة منك لأنه في يوم أنت كمان هتحتاج هتلاقي أنه أول واحد بيقف جنبك في الفرح في حاجة عزة عندك في وقت شدة أنت محتاج لحد يقف جنبك في حاجات كتيرة جدا مش بتعدي في الحياة غير لما يكون حوالينا ناس حلوة ووقفة جنبنا من الجريان طيب إحنا بنقول أننا نبقى أخذين بالنا من حريتنا ما تأثرش على اللي حوالينا لكن خليني أقولك بقى وجهة النظر التانية أنا في بيتي مش حعرف أستريح في بيتي مش عارف أعمل لأنا عايزه في بيتي لو أنا مش عارف أعمل ده في البيت حامله فين ما هو ده البيت المكان السكن الأمان الراحة المكان اللي بتصرف به من غير قيود من غير أنا بريح أنا في البيت مش معقولة الناس عندها رولز 24 ساعة رولز من ناحية إيه؟ أين كان بقى يعني عايز أسمع مزيكة بصوت عالي عايز لو سمعت صوت عالي حريبا تقولي أنه يتلصص قد يكون بيتلصص وقد يكون بيبادر أنه يعرف علشان يلحق يساعد بصين هو فيه فرق المساعدة دايما نمسل وجهة النظر التانية فيه فرق من أنه أنا أخذ حريتي جوه بيتي فأنا مش مقايد طول الوقت بأنه أنا بعمل اللي بيناسب اللي حوالي أوكي يعني أنا في بيتي أنا بحتفل مع أولادي أنا بعمل تجمعات مثلا لطيفة أنا الموضوع طول ما مش بيأزي حريت غيري أما فيش مشكلة لكن حريتك بتقف إمتى لما تيجي تتعدي على حريت غيرك فأنا مثلا لو أنا بنشوف مشاكل كتير على فكرة الموضوع بيبان بسيط مثلا لو تلاقي مشكلة وتلاقي جروبس أو ناس كتير بتتكلم عليها لو حد مش بيروعي مثلا المياه بتنزل من تكييف على غسيل مثلا فتلاقي كم مشاكل مرعب مرعب ده بزا فيوش حرية ده أزم مباشر ما هو ده ما هو بصي هو الفكرة أنه أنا ما بقيت مش مبالب اللي حوالي يعني لازم حط الفرق لو أنا مش مبالب وبراعي اللي حوالي هأزيهم بشكل أو بآخر فطول ما أنا ما بتعداش على غيري خد حريتك اتبسط في بيتك لكن كمان خلي بالك من جارك إنه ليه حق عليك حرياتي بتنتهي عند حرية الأخرين أو بداية حرية الأخرين بالضبط طيب أنا رحت مكان جديد بسكن في مكان جديد بيت رحته فأول خطوة لازم أتعرف على جران الجودات لو حبني علاقة سليمة وجيدة مع غاري أبتدي أعمل إيه؟ إيه الخطوات اللي أعملها عشان أضمن جيرة طيبة زي ما بقوله الموضوع بسيط جدا إنه أنا بفتكر في سكن جديد كنت لسه بنقل مبروك سينكيو وبعدين كان في وقت شهر رمضان فلاقيت جارتي طلعت الطبق حلو وطبق وصدقني بجدة فجائنا يعني فالموضوع كان لطيف جدا إنه ممكن اللي قدامك بحاجة بسيطة قوي خلاص أنت قسرت حاجز معاه بفكرة التعارف فأنا لو خبطت مثلا بكيكة بسامة نطيفة أنا فلان اللي قدامك أنا جارك الجديد الموضوع مش محتاج مجهود وكمان ما اخترقش خصوصية اللي قدامك لطيف قوي إنه أنا أكون بتعرف على الناس لكن مش بدخل بطريقة تزعجهم دي بقى أعتقد النقطة الفصلة دي النقطة اللي بتخلي الناس تخاف تسوشيلايز أو إنها تبقى فيه بينهم علاقات الخصوصية بيبقوا خايفين يقربوا لأسن الموضوع يبقى مفتوح تماما وما يبقوش عارفين يستريحوا يتعايشوا مع بعض يبقى خلينا نتعلم مبدأ وهو مبدأ الحدود الصحية والحدود الصحية بتتحط مش بس مع الجران لكن بتتحط في حياتي مع أي شخص دي بتخليني أكون بتعامل مرتاح بدي وأنا مرتاح مش متضايق يعني بفتكر مشاكل كتير من ستات بتقول إنه أنا ببقى مكسوفة أرفض إنه مثلا هي بتقولي عايزك تروحي معايا مش غور فلان أو عايزك تغذي الولاد تخليهم عندك أنا ببقى مكسوفة إنه أنا أقول لا الحدود الصحية حد قال لي خذي الولادة عندك حقطع معايا فورا أصلا أحسيب أولادي معايا أحسيب أولادي أصلا أحسيب أولادي أصلا أحسيب البيت أصلا وأشوف بيت تاني يعني بقى حغزل يعني حقيقي يا جماعة بصوا هنا تنتهي حدود الجيرة تماما خليني أقولكم إنه في مراحل من تعادية الخصوصية رهيبة يعني إحنا بنشوف مشاكل كتيرة جدا وعلى حسب المكان يعني خلي أقولي جايين بتفرج مع بعض على التليفزيون في وقت حد عايز ينام أو في حد بيامل أمور بيته الحدود بتختلف خليني برضو هي مش واحدة لأن مثلا إنت لو نزلت صعيد مثلا فبتلاقي الأمر مختلف خالص ومعندهم الباب تقريبا مش بتقفل صحيح مفتوح بتلاقي الحياة مفتوحة على الجيران طول الوقت طبيعة المجتمع كده آه فإذا فيه مشكلة المشكلة بتعم في البلد كلها إذا فيه فرح بتلاقي الفرح في البلد كله فالحدود بتختلف من مكان ل مكان بس خليني أقولك إنه العادي بقى بتاعنا إن الحدود إنه ما تخليش أنت ما تبقاش مفتوحة للآخر ما تسمحيش إنه أنت تحكي في تفاصيل خاصة بك وبعد كده ترجعي تندمي إنه أنت حكيتي أصلا فلان بتدخل أصلا فلان لقيته بيكلم معي بالضبط أحط حدود صحية بردود كلها زوق الموضوع مش محتاج مجهود إنه أنا أبقى مش زوق أو طف أو طريقتي صعبة بالعكس موضوع بلطافة جدا إنه أنا مش بقدر أعمل كده أو حد سأل سؤال زيادة فأنا يعني بعتذر أو برد بطريقة فيها حدود إنه مش صحة أو مش أحلى حاجة عجبني تعبير حضرتك الحدود الصحية مهم جدا أن أنا أضع حدود صحية مع كل المحيط سواء في العمل في الشغل في البيت المحيط الأسري ده يتحط بشكل سليم والطرفين يبقوا عارفين إيه هي الحقوق والواجبات طب أنا دلوقتي حطيت الحدود الصحية دي والطرف الثاني أو الجار لم يلتزم بيه مرة واثنين وزي بحرك بتقولي ات عملت بشكل لطيف فيه زوق وده حقي وهو تمادة في ده أتصرف إزاي؟ أكون واضح في حدودي حقيقة لو شفت حد متطفل لو شفت حد بيتدخل بشكل هيئزيني أو هيئزي بيتي أو هيئزي أولادي ده ده ممكن يعيشني حياة فيها ضغط رهيب طبعا يعني ده هيأثر على بيتي فأكون واضح أنا إيه أهم إيه أهم بالنسبة لي أني أحافظ على بيتي ولا أحافظ على علاقة بر بيتي فأنا لو شايف أولوياتي وأنا في حياتي فأنا هقول أنه لا معلش أنا لو هحط حدود مع الجار ده لأنه ابتدى يئزيني فهنا لا أنا ليه حق كامل أن يقوله أنا بعتذر أنا مش عايز أتكلم في الحاجة دي فمرة في مرة كلمة لا بتزعى الأوقات خلينا أقول أنه هي تدريب تدريب أن الشخص اللي قدامه يمكن ما بيعرفش يحط حدود يمكن هو في بيته فعلا هو شخصيا ما بيعرفش يحط حدود فبيمارس ده بشكل من غير ما يحس على اللي قدامه فهو بيجي بيعاملك زي ما بيعامل وممكن يكون نيته كويسة مش قصده أنه يكون بيتدخل بشكل جامد يعني ده متعود على كده فأحنا نعمله تدريب يمكن التدريب يكون قاسي شوية بس ما فيش مشكلة خالص أنه نقول لا نتعلم نقول كلمة لا أنه أنا مش فاضي بطريقة لطيفة برضو هرجع أقول أنه لا أنا مش فاضي أول مرة هيزعل وممكن يقفل بابه أيام وما يبشل موضوع لطيف تاني مرة هيبقى يحس أنه أنا متكبر فيها أو أنه أنا شخصي مش ثالث تالت مرة هيفهم من دي طبيعتي فهي التزن بالحدود جميل طيب في حاجة بتحصل أن في بعض الأسر بتكون منطوية على نفسها بتبقى حريصة على وضع الحدود وقد تكون مزودة في وضع الحدود وأعتقد أن ده من حق الناس أن هي تقرر في أي درجة تكون مفتحة على اللي حواليها وبأي درجة تكون مشاركة من ليه بقى ردود الأفعال من بعض الناس اللي هو لو إحنا نتكلم في عمارة وفي مثلا جروب عمارة الأسرة دي بتبقى منبوزة مثلا بشكل أو بآخر مش هوا ما دول مش عايزيني ومعي طب خاصة تشوكزين خالص وإحنا مش هنحسبكم خالص هل من حق الناس أنها تعاقب بعض اجتماعيا أو تعزل بعض اجتماعيا والعكس صحيح في أسرة بتبقى منفتحة جدا فالناس بتعتبرها وكأنها موجودة خالص ومتاحة طول الوقت وإزاي نبقى عايزين نتواصل معهم دلوقتي وفي وقت يقولوا لأ مع أنهم طول الوقت متاحين الأكستريم من الناحيتين أو المبالغة في الناحيتين ده كيف يتم تعمل معي بصي الإنغلاق أنه أنا كأسرة أنغالق على نفسي ليها مميزات وليها عيوب مميزاتها أن أنا كل تفاصيلي بتبقى جوا بيتي خلاص أنا مركز بس دايماً بيبقى حاسس بغربة خلي بالك أن دايماً إحنا هتلاقي السكن غالباً دلوقتي أنت مش قاعدة جنب ماما يعني أنت مش جنب أهلك فإنغلاقك على نفسك أنت دايماً هيبقى عندك احتياج لعلاقات برى البيت بفكرة أن أنت تشوفي حد تاني أن أنت بتخرجي مع حد تاني أولادك لما بيجبروا كمان بيبقوا عارفين أولادك جران فالموضوع بيبقى أنت بتتحرم من ميزة جميلة بفكرة العلاقات اللي حواليك ففكرة إحساس الغربة دايماً أنه شخص مش موجود في بلده شخص مش موجود في المنطقة اللي موجود فيها أهله كل ده بيخليك أنت حاسس أنه دايماً في غرب حاسس أنه لو حصلت معك مشكلة أول ما هيجي حد قريب لك الموضوع أنت اللي بتستفيد منه طيب إحنا كمجتمع لينا حق أن نحكم على حد أنه منغلق أو أنه يتحرم من حقوقه علشان هو مش منفتح معنا لأ خالص بالعكس بنحترم ده جداً وما فيش مشكلة أنه طول ما هو ليه حق يغدو ما فيش حاجة اسمها بقى دي أسرة منفتحة دي أسرة منغلق هو ساكن بالنسبة لنا ليه حق زي أي حد لكن نحترم خصوصية كل واحد وطريقة كل واحد يعني في النهاية مش نعرف نفرض نفسينا على الناس بزيط ما عاقبش حد اجتماعياً زي ما قالت مننا ما يفراش عاقب حد اجتماعياً من الكلمة دي للخوف الاجتماعي فيه تعبير كده فيه ناس عندهم خوف من إقامة العلاقات عموماً وبعدين بيبقى فيها تحتها أكتر من مبرر مرليني يعني مثلاً أقولك أنا بالعافية بشتغل كل يوم وعندي ضغوط ومشغول ما فيش وقت حتى البيتي وما أعمل إيه للجيران اللي عايزني دايماً أسأل عليهم وأتكلم معاهم وغيره فكرة الخوف من إقامة العلاقات مع محيطي اللي هو حوالين بيتي الجيران دي ممكن نعليجها إزاي؟ هو أنا خايف ولا مش فاضي لو أنا خايف بحتاج أرجع نفسي ليه؟ لأنه أنا لو خايف إذن أنا تعرضت الإيذاءات معينة إذن أنا طلعت بمشاكل من علاقات قبل كده في حياتي فأنا ما خليني أخد خطوة الوراء دايماً من ناحية أي علاقة في حياتي مش فكرة الجيران فأنا يمكن محتاج أرجع نفسي في الحكة دي وأعرف ليه أنا بتصرف كده بس إحنا كبار كفاية أن إحنا نقدر نتعلم بالملاحظة مش لازم نتعلم بالمشاركة يعني ممكن الناس تبقى شايفة اللي قدامها الأجواء ممكن تكون بتعمل مشاكل شايفة أنها اللي حواليها دخلوا في مشاكل فهو مش لازم يدخلوا في مشاكل علشان يبقى عندهم تجربة سيئة وما شايفين المحطين بيهم فعلى أساس ده في الحالتين سواء في الانخراط في العلاقات أو في البعد عن العلاقات مع الجريم حلو جداً أنه أنا يكون عندي نضوك كافي أني أقدر أشوف ده بس خليني أقولك أنه أنا لازم أعي أن أنا في مكان عشان كده بيقول إختار الجار ده في مثل شعب يقول الجار قبل الدار يعني فكرة أنه أنا لما باجي أختار سكن أنا بختار في مكان أنا عايز أكون مرتاح فيه لأنه ده بيتي ده ده اللي أنا برجع من شغلي محتاج أكون مرتاح فيه فأنا بختار المكان اللي أنا هسكن فيه محتاج أكون مكان هادي عندك حق جداً بس يا طرح لو أنت سكنة في مكان مزعج أنت تعرف تكملي حياتك تمن البيت مش بيبقى بتمن المكان بتمن الناس اللي حواليك زهني هاي إزاي بقى أرجع القيم الجميلة اللي إحنا تربين عليها وشفناها في الحارة المصرية في الحي المصري القديم تاني ولا خلاص لكل عصر زي ما بيقوله كده قيمه وقوانه زمان كان فيه ترابط شديد جداً الشارع كل حد عارف في التاني كل واحد بيخاف على جاره الزمن ده كان مختلف عن الزمن زمن نحن عايشين فيه إقاعه سريع فيه ضغوط شديدة جداً تركيبة حتى المجتمع اختلفت نقدر نقول كده بعين الاستشار الأسري ولا ممكن نرجع القيم الجميلة بتاعت الزمان لو إذا محرك روحتي لبيت الجديد فحد جاب لك طبق حلويات فبالتالي أكيد رجعتيه بطبق أجمل وأحلى القيم الجميلة دي إزاي نرجحها مرة تانية في حد هقولك حاجة بسيطة كده أن الحياة عاملة زي كوباية الشاي المر مليانة ضغوط ومليانة تعب فأنا لو مسكت كوباية شاي وحلتها وحطيت فيها ثلاث معلق سكر وفضلت أقول أنه بعد شوية هتبقى طعمها حلو هاجي أدوق هلاقيها طعمها مر ولو قعدت أتمنى في خيالي أنه هي تفضل طعمها حلو هتفضل طعمها مر ليه لأني ما بازلتش مجهود فيها بني أدوب السكر موضوع محتاج مننا مجهود شوي محتاج مننا أن احنا نحط إحنا لتطش بتاعنا هنبذل مجهود آه يمكن مش محتاج مجهود مادي الموضوع بسيط جدا أن احنا بكلمة لطيفة بسؤال على جارك بمشوار لطيف أن نخرج مع بعض ونقعد قاعدة مع بعض ما عنديش وقت للكلام ده أني أسأل سؤال حتى بالتليفون بالتليفون أبتدي أعمل مكالمة رسالة لطيفة لجاري أو جارتي طول ما أنا مش مختارك خصوصيات اللي قدامي طول ما أنا مش بأزي اللي قدامي اللي قدامي هيكون بيتمنى مني أي حاجة صحيح والناس مش محتاجة على فكرة الحاجات الضخمة كلمة طيبة ممكن تغير يوم شخص قدامك طبعا فالموضوع مش محتاج مجهود الموضوع محتاج حاجات بسيطة جدا مننا يمكن مجهود أكستر على حياتنا بس هتخلي حياتنا زي كوباية الشاي الحال طيب إحنا خلاص نقلنا معاكي في المكان الجديد وعايزين نتعرف على الناس اللي حوالينا هنعمل إيه من غير ما نعمل على نفسنا عب نفسي ومادي وفي نفس الوقت من غير ما نقتحم خصوصياته أول حاجة أنه أنا لو نقلت في سكن جديد أبتدي أني أتعرف على الناس موضوع مش محتاج مني اجتماع يتعمل أنا بخبط على الناس وبعرف نفسي أنا فلان لو متجوزة بقول أنا متجوزة عندي أطفال ومبسوطا أني أكون جنبكم بكل ود لو في حاجة لطيفة مثلا كانديز يعني أو شوكليت أو أي حاجة بقدمها لناس اللي قدامي ويريت لا في حالة وأنا رايح أتعرف عليهم ولا في حالة هما جايين يزوروني يتعرفوا عليهم ومش بدي الحاجة في طبق علشان يعني ما يبقاش مستني أن هي ترجع بحاجة علشان الناس ما تحسش بعبق في الموضوع يعني خليني في البداية أكون لطيف وخفيف ولايت كده علشان الناس تبقى يعني عندها استعداد بعدين لما تشوفني تبقى مبتسمة بس طبعا لو في أولاد في نفس الأعمار بيبقى لطيف قوي إن إحنا نكون بيتعرفوا على بعض بيلعبوا مع بعض الموضوع بيبقى جميل لأنه إحنا أقرب ناس يعني سعادتنا بتبدأ من سعادتنا بالجار يعني زي نقوله من جور السعيد السعيد يسعد يعني طبعا فبشكرك شكرا جزيلا مردين نبيل الاستشاري لأسرة نورتينا وشرفتينا وربي كده جيرة طيبة دايما لكل الناس مفيهاش أي أزا ولا فيها أي تدخل في خصوصيات حد الابتسامة الحلوة زي ما أنت قلت ممكن تغير من يومك كله تخليك عايش يوم أفضل وأحسن بكتير